تتزايد تعقيدات المشهد أكثر في شرق سوريا تدخل روسيا حرم منطقة إيرانية خالصة وتسيطر على حقل الورد النفطي شرق دير الزور وتطرد ميليشيات تتبع لإيران منها لا فائدة اقتصادية من السيطرة لكنها تضرب اتفاقا إيرانيا مع الأسد نص على السماح لطهران بالتنقيب واستثمار النفط في الشرق فماذا تريد موسكو من السيطرة على الحقل الرمزي لا سيما أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة دير الزور ومنها إلى رفها الشرقي حيث ما يعرف بالكريدور الإيراني البحت وهي المرة الأولى التي تدفع فيها روسيا بهذا الحجم من القوات إلى شرق سوريا التعزيزات العسكرية الروسية تتزامن مع تصاعد الحديث عن الخلاف مع ميليشيات طهران في المنطقة إذ شهد شهر حزيران الماضي احتكاكا مباشرا بين قوات روسية وأخرى تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينتي الميادين والبوكمال وما تبعها من إزالة حواجز وتقاسم نفوذ قائم على القوة بين الطرفين علامات التوتر بين الطرفين ظهرت للعلن بعد أن أزالت القوات الروسية شعارات وحواجز للإيرانيين في الميادين شرق دير الزور وأمام تلك الإشارات ماذا تريد موسكو من شرق سوريا وأي سيناريوهات مقبلة للعلاقة بينها وبين ميليشيات طهران صحيح أنهما ينسقان لكن يبدو أن الأمور لن تكون اعتيادية في الوقت المقبل يذهب كثير من الساسة إلى أن ما يجري تكمن خلفه اتفاقات دولية لتحجيم طهران لا سيما أن الضربات الجوية التي كان آخرها يوم أمس ازدادت قوتها وكثافتها على مواقع الإيرانيين فهل انخرطت موسكو بمشروع تقليم أظافر إيران أم أنها فقط لا تريد جغرافيا محددة تتحكم بها إيران وميليشياتها اشتركوا في القناة